تستخدم علاجات الليزر اليوم بشكل واسع في حالات جلدية عديدة كالتصبغات والندوب وأثار حب الشباب وأيضا شد الجلد والتجاعد فما هي أنواع الليزر المستخدمة للجلد وكيف تعمل وما هي نسب النجاح وكيف نهتم بالبشرة بعد العلاج تجيبنا دكتورة عنود العيسة الاقتصاصية في الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر التي تنضم إلينا مباشرة من عمان صباح النور دكتورة وأهلا بك معنا يسعد صباحكم جميعا كيفك منا؟ ماشي الحال كيف عمان؟ الحمد لله تمام برد والله صوتي رايح سلامة قلبك دكتورة الموضوع مهم جدا وفي كتير أسئلة عليه يعني لما نتكلم عن العلاج بالليزر ما هو هيك العلاج الجلد بالليزر؟ وما هي أهميات أن نعالج بالليزر؟ تمام منا كلمة ليزر اللي هي بالأحرف الإنجليزية L-A-S-E-R اللي هي عبارة عن أول حرف من جملة كبيرة اسمها Light Amplification by Emission Radiation اللي هي الفكرة أنه إحنا عم نحكي عن طول موجة معين عم ياخدوا بالتكنولوجيا عم ياخدوا طول موجة معين خلينا نفترض ألف أو تمنمية أو عشر آلاف وهو من الأطوال الموجية الموجودة عندنا بياخدوا هذا الطول الموجة وباستخدام تقنية الليزر بيصير عندنا عملية تطخيم لهذه الموجة لحتى تتحول لموجة ضوئية فيها طاقة عالية الآن الطاقة العالية لهاي الموجة بتعمل targeting يعني بتستهدف إشي معين في الجلد قد يكون ماء قد يكون الهيموغلوبين قد يكون ميلانين اللي هي صبغة جزء معين من هالجلد بتعمله targeting بتعمل فيه إشي منسميه ضرر محكوم شو يعني ضرر محكوم؟ إنه هذا الليزر رح يصيب هاي المنطقة رح يعمل الإفكت اللي إحنا بدنا إياه بدون ما يأثر على المناطق المجاورة ومن هون بتيجي ميزة الليزر إنه هو بيعمل target للمشكلة بدون ما يعمل تلف في المناطق المجاورة للمنطقة المعالجة دكتورة عنود خلينا هيك نشرح عن أبرز العلاجات اللي بيستهدفها الليزر ويعني كمان تعطينا ما هي نسب التحسن أو نسب يعني النجاح خلال هذه الإجراءات تمامنا زي ما خبرتك هلأ إحنا عادة أنواع الليزر هي بتعتمد على أطوال الأمواج اللي إحنا بنستخدمها يعني مثلا الموجة 808 هي ليزر دايود الموجة 10,064 هي ليزر CO2 وهكذا فحسب الطول الموجي بيعطي اسم الليزر هلأ لو إجينا يعني نقربها أكتر إحنا ممكن نقسم الليزر لنوعين الليزر بنسميه الاستئصالي أو الأبليتف اللي هو بين درجة تحتيه اسمين اللي هو CO2 أو ثاني أكسيد الكربون والأيربيومياك هدول النوعين من الليزر الأبليتف عادة بيستهدف الطبقة السطحية من الجلد وليست الطبقة الداخلية فبتلاقي بيعمل تلف على الطبقة الخارجية لهيك عادة الداونتاون أو فترة العلاء المعافاة بعد هذا النوع من الليزر بيكون أطول مقارنة بالأنواع التالية اللي هي منسميها النن أبليتف أو غير الاستئصالي هلأ الأنواع غير الاستئصالي أو النن أبليتف متعددة منها لهو أكثر شهرة لهو الألكزندريت ليزر المستخدمه لإزالة الشعر في عنا الدايود ليزر اللي هو أيضاً نستخدمه بعض استخداماته هي إزالة الشعر أيضاً في عنا الأندياق ليزر اللي هو بيستهدف عنا أيضاً ممكن بالشعر ممكن ناخد منه نوع بلست بنستهدف فيه الهيموغلوبين أو الأوعية الدموية منه نوع كيو سويتش اللي هو بنستهدف فيه التاتو والصبغات الموجودة في الجلد في عنا الليزر الصبغ النبضي اللي هو الـ PDL ليزر بيستهدف الأوعية الدموية والهيموغلوبين فبتلاقينا منستخدمه بعلاج الشعرات الدموية وبعلاج الوحمات في عنا نوع متطور من الأبليتف اللي هو منسمي الفراكشنيتد أو خلينا نحكي الليزر الجزيئي من السي أو تو ليزر اللي بتلاقينا منستخدمه لشد البشرة لتخلص من التجعيد الرفيعة منستخدمه لعلاج الندوب الجراحية لعلاج الندوب حب الشباب فالليزر متعدد واستخدامات وتتعدد كل شيء إلى نوع معين خلينا نبسط للمشاهدين ونحكي عن هالمشاكل إذا بدأ أسألك عن اليوم حب الشباب شد الجلد علاج التصبغات التجعيد أو الحد من التجعيد المشاكل العروق إذا هيك بتعطينا فكرة هل هذه المشاكل لها حلول من خلال إجراءات الليزر اللي تحدثت عنها اليوم تمام هلأ منا لسنوات إحنا هاي الأمور اللي حضرتك تفضلت فيها ما كان لها حلول عندنا لهيك كانت الليزر هو عبارة عن الحل الخارق اللي عملنا فرق كبير بنتائجنا وبحلول اللي احنا عم نقدمها للمرضى هلأ مش كل إشي يعالج بالليزر يعني الليزر مش كلمة سحرية يعني لسه في عنا أشياء لسه عجز الليزر عن حلها لكن بنسبة كبيرة قدر يغطي مشاكل كتير مثلا موضوع الندى بحب الشباب مشاكل شد البشرة كتير السي أوتو الليزر والأير بيومياغ والأير بيومياغ عم يعطونا نتائج حلوة بتوصل ل70 و80% تحسن مشاكل الأوعية الدموية والوحمات بنوصل كمان فيها لـ 80 و90% تحسن إزالة الشعر عم توصل فيها كمان برضو 80-90% بس لحظي حتى كل اللي ذكرتهم ما عمرنا وصلنا 100% دائما بيكون في عندي 10-20% مفقودين بالنتائج نعم طب دكتورة عنوت كمان يعني العلاج الزوائد الجلدية ما عم بحكي هون طبعا عن الزوائد السرطانية عن الزوائد الغير سرطانية كمان أثبت الليزر فعاليته في علاج هذه الزوائد نعم أثبت فعاليته بنسبة عالية تقريبا نحكي عن 90-95% وخصوصا باستخدام النوع الأول اللي خبرتك عنه منا اللي هو الابلاتف ليزر اللي هو بستهدف الطبقة السطحية من الجلد نعم طيب دكتورة عنوت يعني لما نتكلم عن الليزر مثل ما قلت أكيد يعني اليوم فيه تطور كبير بالليزر والبعض بيسموا هالآلة يمكن هالآلة السحرية ولو أنه مثل ما عم تقوله يمكن بعد ما وصلنا ل100% بالمقابل هناك أشخاص يخافون جدا من كل ما يتعلق بالليزر إلى أي مدى أمان هذه الإجراءات اليوم بالنسبة لك عم بحكيك كطبيبة حلو السؤالك هلأ بشكل عام لو أجيت أحطه هل هو آمن أو غير آمن هو يعتبر من الإجراءات الآمنة تمام بشكل عام لكن أي إجراء في العالم ليزر أو غيره أي إجراء حتى على مستوى دوه بسيط أنت ممكن تأخدي زي ما إله حسنات وإيجابيات إله أيضا سيئات فهو آمن ولكن في إيدين آمنة وهنا بتيجي دور المريض أنه هو يدور على الطبيب المختص زي ما حضرتك تفضلتي مش مهم اسم الجهاز مش مهم السعر اللي عم بأدمه المهم اللي هو يكون طبيب مختص بيعرف يتعامل مع الحالة بيعرف يختار الحالي يختار النوع المناسب للحالي يكون واقعي يعرف يتعامل مع المضعفات بحال ظهرت لكن بشكل عام لو إجيت سألتيني آمن أو غير آمن لا هو آمن لأنه زي ما خبرتك بالبداية أنه فكرته هو أنه بيعمل ضرر محدود يعني أنا بستهدف أوعيد دموية خلص بيروح بيعالج مثلا الأوريد الدموية بدون ما يعمل تلف بالخلايا اللي حوالها هذا في إزالة شعر بزيل الشعر بدون ما يعمل تلف بالخلايا اللي حوالها هذه فكرة الليزر هذا هو اللي بميزه أنه الضرر محدود فقط بيعمل تارجت للمشكلة اللي بدنا إياها بدون ما يعمل لي مشاكل يعني بالمنطقة المجاوية دكتورة عنود يعني بقيلة تقريبا دقيقة واحدة بده هيك منك رسالة للمشاهدين لأنه هذا موضوع كتير مهم لعند مين يلجأ مش مش يعني إذا شفنا هيكي آرما مكتوب عليها ليزر يعني يتوجه المريض إلى هذا المكان هون من الشخص المؤهل وهيك نصيحة سريعة للمشاهدين اللي عم يحضرونه تمام مونة زي ما تفضلتي حضرتك هلأ الدعايات عم تكتر وفي كتير ناس دخلوا على المجال من غير المختصين يعني اختصاصهم غير طبي ودخلوا على المجال وهون عم بتكون أكتر مشاكلنا مش معلاته الطبيب غير مختائل الطبيب إنسان وأكيد ممكن يخطأ لكن إحنا اللي بميز الطبيب عن غيره أنه هو بحال صار فيه مضاعفات هو قادر نوعا ما أنه يتعامل معها عكس غير المختص اللي هو بمجرد ما صارت المضاعفة عنده بتخلى عن المريض أو بتغلى عن الحالة وبيعتبر حاله ومش هو السبب فدائما نروح على الطبيب المختص نسأله ونستفسر أكتر يعني عن جد نعمل سيرتش كويس قبل ما نروح لإجراء من هاي الإجراءات أهم إشي للمريض يعرف أنه إحنا مش عم نتحق مش عم نحكي عن سحر مش عم نحكي عن معجزة الليزر إلو نتائج حلوة لكن بدها تكون الـ expectations بدها تكون واقعية يعني أنا بدي أتخبر أنه أنا قديش نسبة التحصل أنه ممكن أحصلها بدنا نعرف أنه مش جلسة كافية تكفي للليزر أنا بدي عدة جلسات عشان أحصل النتيجة اللي أنا بوعد فيها ومريضي فهدول شغلتين أساسيات لأمر مريض يعرفهم أنه نكون واقعيين هذا كتير بساعد المريض وبساعد الطبيب طبعا بالإضافة إلى نلتزم بالتعليمات اللي رح يقدمها الطبيب سواء قبل الجلسة أو خلال أو بعد الجلسة من أنه يبعد عنه أشعة الشامس من أنه يحافظ على غسل المنطقة عشان ما يصير فيها التهابات يلبس ألبس فطفاضة لحتى ما يعملتها يجل المنطقة المعالجة المكمدات الباردة بعد الجلسة الكريمات اللي بيكتبها الطبيب لحتى يحميه من الندوب ما بعد الليزر هاي أمور لو اهتم فيها المريض كتير بتساعدنا أنه ناخد النتيجة اللي إحنا بدنا إياها بدون ما يكون في عنا آثار جانبية شكرا على كل هذه المعلومات شكرا دكتورة عنود العيثة شكرا على هذه المشاركة الاختصاصية في الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر كنت معنا مباشرة من عمان شكرا جزيلا لك